نروح معاكم الخبر جميل كمان والمنتخب الوطني للهوكي الأرضي للأولمبيات الخاص فاز بذهبية دورة الألعاب الشتوية المقامة بالنمسا وده خلال الفترة من 14 لغاية 25 مارس الجاري ده جيب بعد الفوز على دولة الإمارات بنتيجة 2-1 كمان حقق الرباعي المنتخب المصري ذهبية دورة الألعاب الأولمبية المقامة في النمسا في مصابقة الجاري على الجليد واستطاع الرباعي إسراء جمال وألاء عبد العزيز وشعبان أشرف ومحمد عبده في تحقيق المفاجأة بفوزهم بالميدالية الذهبية ليضرب الفرعنة بذلك أروع الأمثال ألف مبروك للمنتخب الوطني للهوكي ودايما مشرفيننا وده طبعا انتصار رياضي وفوز مهم طبعا أنا عمليم نشمع أخبار كده فوق يعني فيه أخبار حلوة جدا فيه ما يتعلق بالرياضة وما استقافها والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي عمليم برضو ان احنا نشوفها من مبدعين مصريين شباب كمان تحديدا فكل الكلام ده بيخلي الواحد عنده إلى حد ما تفاعل زي ما قلنا برضو فيه السلبي وفيه الإيجابي لكن التركيز إلى حد ما لما انت عايز تبني حتى اللي مش هنقول نبني دولة نبني إنسان لازم تكون بتركز معاه على الإيجابيات السلبيات مهمة ومهم ان انت تركز برضو فيها لكن ما يبقاش كل التركيز لازم البنى بيجي بالإيجابيات لان الحلو اللي عندك هو ده اللي حتكبر به فأنا سعيدة بصراحة لان كل يوم فيه تقارير الواحد بيشوفها وبينبسط جدا وبيحس ان لا احنا فعلا فيه تغيير بيحصل على أرض الواقع مش مجرد شعرات أو مؤتمرات أو غيره